بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم حالة النهاردة مهمة جدا يا جماعة فعندنا كازا موضوع هنتكلم عليه اه اول حاجة ان شاء الله عندنا تسريب في خلاط اه الدش معنا اه نغير القلب ان شاء الله اه لما بيحصل عندي تسريب يا جماعة في الخلاط بالنسبة للخلاط الدش اه ده بيكون من القلب طبعا بيغض فترة معينة على حسب الاستخدام معنا وبعد كده اه ده بيكون اه نتيجة اه ان فيه اه شوايب او فيه اه ملوحة معنا موجودة في المية والقطع طبعا القلب الهند ميكسر ده يا جماعة بيكون قلب صراميك بيكون على قطع صراميك من الداخل فلما بيحصل عملية الصادق او الملوحة ديا اه دول قطعتين بيكونوا نعمين جدا فهم اللي بتحركوا معنا شمال وينين للسخن والبارد فدول بيعملوا لعملية خشانة فبيسببوا لي التسريب طبعا اه فيه ناس بتصلحهم لكن طبعا لو حد صاحب منزل وحل القلب بتاع الخلاط الهند ميكسر السخن والبارد دوان مش هعرف يجمع تاني لان طبعا بيكون بتقفل بطرقة معينة وبيكون كلته بلاستيك يعني مجرد مقطع بس اه حرف منها انكسر خلاص القلب كده اه مش هينفع ايه الكاب تاني وعامة هو مش غالي يعني القلب الهند ميكسر سخنه بارد مش غالي طبعا تغيره سهل جدا احنا بيكون في عندنا اه تيلة بلاستيك كده ازا ما احنا شوفنا في اول الفيديو ان شاء الله بنشيلها باي حاجة رفع يعب اه بمفك عادة ولا حاجة وبعد كده بيكون عندي المخرج بتاع المصمار فيه عندنا نعين في الهند ميكسر داية مع فيه بيكون رسم فك النصمار اللي هو بيحبس على القلب عشان المقبض ما يكونش سايب او ما يدخلعش معانا اللي هي الاقرة اللي بنحركها شمال ويمين داية معا اه وفيه بيكون منها مفتاح الان احنا بنشوف اللي موجود وبنجيب احنا المفتاح الان دهوا او مفك في فيع عادة خالص ممكن نشتغل في الان برضو لو بنفك عادة صغير تمام بعد كده بنحتاج اه بنز او مفتاح فرنسا يكون عندنا في المنزل ان احنا نقدر نحل الصمارة دي طبعا الصمارة دي ما نحاولش نضغط عليها جامد لان في معظم الخلطات المتوسطة واللي تحت المتوسطة دياً بتكون الصمارة دي ضعيفة يعني ما بتكونش محملة جامد غير في الحاجات اللي هي آآ غالية الخلطات الغالية فعشان كده بأول ما نحاول ما نضغطش جامد لانها ممكن لما بتيجي تضغط جامد ايه اللي بيحصل فيها بتدي شكل او بتزنق بتدي شكل بيضاوي على خفيف فبتزنق معاك او ما بتلفش معاك فاحنا نحاول ننقل المفتاح طبعا تركيبه سهل خلص يا جماعة احنا عندنا بيكون فيه جزئين بلاستيج بارزين كده او منيام آآ في الخلاط بيكون المنيام موجود وده على اختلاف الشكل وكلاتهم عن مثلا الهندوميكسر ده نوعين اتنين يا جماعة مقاسين اتنين مقاسين اتنين احنا بيكون عندنا تلات مخارج في المنيام بتاع الخلاط زي ما انتوا شايفين وبيكون القلب فيه برضو نفس الايه التلات آآ مخارج ده اللي هم السخنة والبارد والمخرج بتاع المية تالت بتاعه يكون مخرج المية بيكون هو الفتحة الاوسع فيهم فبنسقطه لازم يبات مكان يا جماعة لان ممكن يعلق معانا عندي جزئين بلاستيج رفيعين هما دول لازم يبات فيهم المجرتين دول عشان ما يحصلش عملية التحريك وفي نفس الوقت يسقط معاي ما يلفش مع عملية الرباطة او مع الايه القفل والفتحة بعد كده نربط الصامورة تاني طبعا الصامورة ده لو انكسرت فيه موجود في السوية مع قطع غيار لها ماشي اللي هي الصامورة النحاس ديان وموجود الفيبراء بتاعتها او الوش اللي هو بيعفل عليها برضو موجود الاتنين بيجوا مع بعض كده بتعمل بالباع يعني الخلاط الهند مكسر ومسته الحلوة ان قطع غياره نتوفره طبعا لو كان عندي مفتاح فانتساوي زي كده ممكن انا اركب به محبس ممكن غير بقلب خلاط اربط بصامورة خلاط لو خلاط عندي بيسرب مية او فيه الكوتشا بتاعته بتاكلت او حبيت اركب خلاط في المنزل عندي طبعا نحاول اه لو حسينا ان فيه الصامورة الى معانا ما نحاولش نزنق مرة واحدة يا ممكن نربط ونحل نربط ونحل كده حتى في الحل نفس الكلام ده يا معانا نحاول نلقل المفتاح من المكان لمكان عشان اه ما نكسرش معانا الصامورة او في الرباط نفس القصة بلد او حسيت انها تقيلة اعمل عملية اهتزاز كده قافل ايه اه اربط وحل اربط وحل كده في نفس المفتاح هو راكب ما نقولوش من مكان ده في ايه في عملية الرباط بحيث ان الصامورة لازم تتخدم معايا وتزنوا على القلب يا جماعة الصامورة ده لو ما وصلكش للقلب وزنعت عليه هيصرب مية لان اللي بيمنع لي التسريب ان القلب ده فيه كوتشات لو خدنا بنا فيه كوتشات كده الكوتشات ديا هي اللي بتزنوا معايا على المانيام في الداخل الخلاط بتمنع لي عملية التسليم لو بقى هوي او فيه بوش هيطلع لي مية وهيصرب لي مية يا جماعة وهتكون بعيد عن التحكم بتاع القفل والفتح ده ما لهاش دعوة خالص طول ما لان ده هو اول مصدر المية بتخشيلي ما بين المانيام وما بين القلب بعد كده بحط المعبض بتاعي وبربط على المصمار اللي هو بيزنوا العصوبة بتاع القلب يا جماعة تغييره سهل جدا اي حد مبتدق لسه او اي حد في البيت ان هو يقدر يعمل القطع ديا انا عملت الفيديوات قبل كده وما زلت برضو يا جماعة بعمل لكم بحيس اللي ما حاولش ان هو يشوف الحلقات بتاعتنا او يشوف الفيديوات ان هو يحاول يستفيد ويوفر او يتعلم مننا ويقدر يعمل الحاجة ديا بيديه وما يحتاجش ان هو يكلف نفسه ويجيب فني يعملها. او في ناس بتزعل من الفيديوات دا جماعة بس الواحد بيعمل يخلص من ربنا او بيعمل الحاجة دي زي صدقة يارين. احنا نقدر نتعلم الحاجة ديا ونعملها بادينا. اولا بشكرك على التعليقات الجميلة دي بصراحة والله يعني التوفير من ربنا ثم بيكم. اه انتوا طبعا اللي بتشجعونا والله. اه يا ريت اللي اول مرة شاهد المحتوى او شاهد قناتنا ان شاء الله يفعل الجرس ويشترك في القناة عشان يدعمنا. ويوصلوا كل جديد. عندنا برضو الماكينة دي انا هتكلم عليها. عندنا فيه تسريب وناس كتير بعثت لعلكات تسريب دا يا جماعة. يقول لك الخزان مليان المية ما بتقفلش المية شغالة داخل الاعداء. في تسريب داخل الاعداء. انا اتكلمت عليها يا جماعة بل كده. لو العمل بيكون مفتوحة على الاخر او بيكون عندي فيها مشكلة او ما بتقفلش يا جماعة المية بتوصل معايا للمكانة شايفينه في فتح في المكانة من فوقها يا جماعة. الفتح دي لما الخزان المية بتاعلي فيه بتوصل لكنه تنزل المية مالهاش دعبا بالكوتشة بتاع الماكينة اللي بتاقي. دي مالهاش علاقة. فبتحصل بقى اي المية بتنزل اللي من الفتح دي او من المخارج دي وتصرب لو مية داخل الاعداء. او في حالة تسريب تاني ان الكوتشة عندي بتكون محتاجة تتغير. فبيكون برضو الخزان آآ مليان مية. وبتسرب له مية. وممكن لو الكويتشة دي تسريبها عالي او تسريبها ازايد شوية. الخزان ما بيتمليش يا جماعة. المية اللي جاي من العوامة نزل على الاعداء على طول. ليه? الكويتشة بتسرب كتير. فما بيتمليش معنا الخزان. وانا اتكلمت قبل كده تغيرها ساعة لخلص احنا بنلفها نص لفة كده. وبنشير الكليبس او الوردة البيضة ده جماعة. وبنحط كويتشة تانية سيليكون متوفرة في اي محل ادوات صحية يا جماعة. وعملت برضو حلقات على تغييرها. بحيث ان احنا نقدر آآ نغير الكويتشة لو هي فيها خشانة او فيها في عيح ساعات بتتعمل كده ايه زي تعبى هوا كده يا جماعة. كويتش السليكون دي ساعات بيحصل فيها خشانة كده. لكن ما بتدوبش هي بتكون آآ موجودة. لكن بيحصل فيها ان هي بتعبي هوا كده من سخنية المية او من الملوحة اللي موجودة في المية. تمام? آآ دي برضو نفس القصة معنا هي ان احنا بنحاول آآ الدرعة ده يا جماعة اللي هو فيه سين ده هو الحلزوني ده هو. ده هو هعتبر المحبس بتاع العوامة. بنقلل ويزود المية. بيقلل وبزود المية يا جماعة كده يقلبنا نحاول ان احنا ننص الخزان بس كفاية او تلتين الخزان. ما نفتحش العوامة ده على الاخر. طبعا دي مكنة تاتونج. آآ وانا عملت حلقة على تغيير القوتشة بتاعتها برضو. لكن للأسف قوتشة دي بتكون آآ قوتشة عادية مش سيلكون عشان كده. بيحصل فيها تآكل جامد. ده مكنة آآ اسمها مكنة تاتونج جامعة. مكنة تاتونج جامعة. ده الدرعة ان شاء الله هنركبه لان الدرعة القديم طبعا بنحصل فيه تآكل واتقطم. نحاول بس نكسح الدرعة ده شوية يا جماعة او نعمل فيه دوران خفيف. آآ دي سبب برضا هنشوفه مع بعض. لاننا عند المكنة ما بكونش مخدمة على جسم الخزان. بيكون في مسافة ما بينها وما بين جسم الخزان. فالدرعة ده بيكون مخدم من الداخل. لو ما عملتش التكسيحة الخفيفة ديا هيضغط لي او هيشدلي المكنة على جنب. ايشد السفون المكنة هتعلع معي فوقه مش هتنزل. نغض بنا من نقطة دا يا ماها بالله عليكم. اوان بيكون عندنا صامولة بنعد الصامولة الاول وبعد كده بننفد الدرعة ده هوا داخل المكنة. بيكون عندنا فيها آآ منيم او مجرى كده اللي الدرعة ده بيخش فيها. هنشوفه مع بعض الوقت. بحيث آآ نقدر آآ نقفلها كويس. ونربط على الصامولة. في دلوقتي الخوشات الحندول لان احنا نقدر نعدل الخزان ده لو حد عنده يا جماعة ممكن نخرم الغطر بتاع الخزان ده من فوق ويشغلها ماكينة ضغطة برضو. لان في ناس بيتعاني من المشكلة ديا. ان بيتحكم بنفس الماكين ان هو لازم يركب نفس النوع وده ما عادش متوفر تتنجئ زي الاول يا جماعة. اهو شايفين الدرعة ده مع الدوران الخفيف ده ما بتغطليش الجزء الاحمر ده الخزان عشان ما تعلقش معانا. لازم يكون في بوش بالشكل اللي احنا شايفينه ده اهو. بحيث ان انا ما قدر اجيشد السفون الماكينة تنزل مع المية على طول تقفل لي. يا رب اكون اعجابكم الفيديو. ما تنسوش العجاب والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.